إلى ذلك أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لدى الدول الأوروبية فرصة ضئيلة للإبقاء على الاتفاق النووي على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق جاء موقف روحاني خلال اتصال هاتفي مع ماكرون من جهتها قالت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أبلغ روحاني بأن باريس تريد الحفاظ على الاتفاق النووي وأن على إيران احترام هذا الاتفاق كليا